الملك الخدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هي لحظة للعهد وللوفاء وللإمتنان وللقول بأننا كنا معك وتطورنا معك وكبرنا معك وتعلمنا أشياء كثيرة وكثيرة جدا كنا نمنى النفس بأن تستمر لأننا لازلنا نود أن نتعلم من معين موسوع من شخصية فريدة قل ما تجد متيلها في تاريخك ومصارك الشخصي للأسف كان للقدار نظرته ونحن سنحاول أن نستمر على عهده وعلى الوفاء لقيمه ولأفكاره بل سنعمل على إشعاهها أكثر وعلى ضمان تطورها أكثر كان الأستاذ المرحوم الدكتور مختار بن عبدالله متقفا تنويريا بامتياز كان بشهادة أصدقائه وزملائه رجل علم ورجل فكر يمنح الآخرين حرية للتعبير على رأيهم ويتفاعل معهم بشكل راقي متحضر يعبر عن أفكاره بدون جلبة بدون صراخ عميق في تفكيره لطيف المعشر ودود متواضع الطلبة الذين أطرهم كانوا يسبغوا على علاقته بهم نوعا من الأبوة ونوعا من الحنو ويواكبهم حتى بعد إنجاز أعمالهم البحتية يستمر معهم في علاقة توجيه وتفاعل يعني خلاق وتبادل بينهم باستمرار ولهذا هو رجل عندما تلتقيه لأول مرة من الصعب ألا ترتبط به بعد ذلك لأنه يؤثر فيك بعمق وبهدوء والرجل نادل على عدة وجهات يمكن أن اختصرها شخصيا في أربع وهو نداله من أجل ترسيخ ثقافة العقل والتقدم والحرية والحادثة في المجتمع المغربي والمعركة الثانية كانت هي معركته من أجل تحديث الحزبي في المغرب ومعركته الثالثة كانت هي المعركة من أجل الوحيدة المغاربية والحوار بين المثقفين والنخب في بلدان المنطقة المغاربية ومعركته الرابعة هي كانت معركة من أجل نخضة المجتمع المدني المغربي وتطوير آدائه وتعزيز فعاليته وتجديد مناهجه ودفعه لأنه لعب دورا أساسيا لأن الرحيل كان مقتنعا بأن للمجتمع المدني تقدم الجاد دور كبير في البناء والانتقال في بلادنا وفي البلاد الأخرى التي هي في حاجة إلى أن تركب طريق النهضة وطريق الانتقال كما هو معروف أن الرحيل كان أستد المادة الفلسفة في كلية الأدب في المسيكو المحمدية وأيضاً أضطر مجموعة هذه الطلبة بالآلاف في مرحلة الإجازة وأيضاً في مرحلة المصر والدكتورة هذه الطلبة التي نشاهدهم اليوم العديد منهم يمارسوا المهنة للتدريس في شعب مختلفة من الفكر للفلسفة الأنتروبولوجيا والسوسيولوجيا والتاريخ أيضاً هذه الأجيال التي تتلمدت على يد أستدنا المختار ما زال وفي المركز المادة وما زال تحضر معنا المجموعة الأنشيطة وكتساهم فيها السلمختار عبر مركز المادة حاول يكون شخصية وفيقية أولاً شخصية وفيقية لمستوى العالم العربي في تقريب وجهات النظر السياسية والحقوقية والفكرية أيضاً سياسة قريبية وتوفيقية بين الفرقاء الجمعويين على مستوى الفضاء المغاربي بحيث أننا كانوا ننظمون سنوياً المنتدى المغاربي من أجل واحد الحلم وهو وحدة هذا الفضاء هذا مجموعة من المفكرين ومجموعة من الممارسين الجمعويين كانوا يتحضرون من أجل مناقجة مجموعة من القضايا المشتركة في هذا الفضاء أيضاً في المغرب كان الراحل يحاول دائماً أنه يقرب وجهات النظر لمشكلة شخصية ولا عبر مركز مادا بين مختلف الفرقاء السياسيين الديمقراطيين وبينهم باقي فصائل اليسار من أجل تقدم العملية الديمقراطية في البلاد نأسف للراحل ونتمنى أن مجموعة من تلاميذ الأصدقاء والصديقات أن يستمروا على الناجد